اخذ الهم دعم في دين حضرتكم دعم في دين ملاشا؟ فطبعا لما يجع الشاحدي الدعم ده بيتلاها وبيبدا اخذ منوا الفرق دول 15 جنيه اوه اين ايش من نوع من غية مكين اوه اخذون فرق ما دين من هنا 15 جنيه اخذهم منه ودوماتين يعنى 15 جنيه دول من 101 لغاية 200 ده ده موضوع غير الستة جنيه فاخذ منه 21 جنيه الكلام اللي حديث بتقوله ده متطبع من شهر الكارب متطبعت العمر بس متغلق سليم متغلق شوية متغلق شوية؟ من اول شهر الكارب من اول شهر الكارب سبب انا بقى شاحن بخمسين جنيه بقى ومزهر ممكن ان هو فول ما سحبتش او ما سحيتش غير عشرة جنيه بقى يجي في نهاية الشام الاقي الزيرو الكلام يشوفوا الناس كده انت كنت الفلوس اللي هي بتاع قمة العمر اه اول ما بيحط الكارت الجديد ولا بعد شوية الشحنة الجديدة بقى اول ما يحطها في العدات اللي هو خد في عطول؟ وده نظام التوماتية اه يعني انت بتبرمج انت بلاك شها ولا بصي ولا حد لي يقدر يلعب في النظام الداخل الداخل يقول لك فتوحة اسمها خدمة عملاء اه حسب عميل زيك للرد انت حسب الاستهيلائي الشريحة التالتة ما بوش عشال حد التالتة في الاول شيء هو هو ليه دعم الحد كان فيه ما يوصل لالف بالحد ما يوصل للمبلغ ألف وشوية كل شريحة من جلس على خدمة عملاء ببلغ بتدفعه وش مخصص انا مش فين ساولي بشوية بميلة وزيو شهر بميلة وعلى شهر على خمسة اه تلت يوم على شهر على خمسة اه تلت يوم على شهر على خمسة اه تشعر خمس مرات في الشهر وشهقة وانا هو مراشم ما بتاخدش الحاجة بتاعي استعبط موصلة وتلاجة وتليفزيون بتاعهم انت شاكوا دائما اللي بتجلنا في المخاطر ان انت بتخط الكرت بساك بخمسين تلوستيات مش مقدس الناس مش فارما عايزة حدودة تقف تلتباني من الناس وحد من عندك مواجهة يشرح للناس الكلام ده الفنس بتخصى الفنس الشهر اللي هو فرق الشريحة الاولى والتانية تمام؟ بمعنى انه هو بحسبك اول شريحة بخمسين كيلو بخمسين 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 كيلو تاني شريحة بحسبك باربعين ارش لو انت خلصت الشريحة تلك دول اللي هما المدعمين بياخد بينقلك على الشريحة التالتة اللي هي سعرها بخمسين ارش وبريد جايك سبنة دول بخمسين ارش تاني وبياخدوا منك فدأ الاسعار اللي هما بفضل خمسين كيلو ده بالنسبة للمنزلي بالنسبة للمنزلي تمام؟ لو عدا الشريحة التالتة والشهر اللي معها هو عشر وحتدى بخمين هو تسعة جديد بتجمع على سكتلاتة سيو شهر التالت وحسب منه التسعة والنسبة شكرا